تانياك العادة وقايت الانترفيو قبل ما نبدأ في حواري اليوم مع سيد النائب اللي بش نجع معه في عدة تفاصيل سينيزار اليوم في علاقة بقانون نواب التنقيح قانون الاستقلالية البنك المركزين ذكركم ذكر سيد المستمعين وانه يتواصل نزول الغايف بكمية كبيرة في عدد من المناطق بولاية الجمهورية وعليه الحرس الوطني يحذر وكل مستعمل للطريق من انهم يخذوا الاحتياطات اللازمة عدم المجازفة وغيره وايضا حسب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لمجتمع قررت تعليق الدروس في عدد من الولايات كيما جابس بكل المؤسسات التربوية والتكوينية بمعتمدية ميرث الدخيلة الدخيل التوجين ومطماطة ومطماطة الجديدة اللي هو من هار كامل ايضا بالمهدية قررت تعليق الدروس برجيش المهدية من المدينة قصور السيف الشابة مالولش سيدي علوان والبرادعة وبسفيقص ايضا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قررت تعليق الدروس كاملة اليوم بكل مؤسساتها والتكوين المهني المعاهد الجامعات الاعداديات ايضا المناسير تقررت استقناف دروس غدوة واليوم تتعلق نهار كامل بكل الابتدائيات والاعداديات الثانوية وايضا المؤسسات التربوية على اختلافها المؤسسات الجمعية ايضا شاء الله غيث نافع وسيسروحكم اللي تستعملوا في الطريق اللي تسمعوا فينا فكرها بكم ان شاء الله اثني يا زينا وين ما كنتوا تتسويت نستقبل ضيفي السيد النائب نيزار صديق تحياتي اهلا وسهلا شكرا على الحضور سي نيزار اهلا وسهلا مرحب بيك وشكرا ديك على الاستضافة شكرا مجددا سي نيزار انت من السيدة النواب اللي اتقدمتو بمقترح جديد مؤخرا مقترح ثاني سمعنا فهم مقترح متقدم في علاقة بجزئية مناقشة اه مدى اقراض اولي البنك المركز يقرض بشكل مباشر الدولة تونسية معاتش يتعد على البنوك معاتش اما وسيط انترميديار انتو ما اتقدمتو بمقترح ثاني لمراجعة استقلالية البنك المركزي برماتيا صحيح بالنسبة لزملائنا في كتلة الخط الوطني السيادي كانوا تقدموا صحيح بمشروع قانون لتنقيح احكام القانون الاساسي البنك المركزي ولكن كان قانون مقتضب معناها يحتوي على فصل وحيد بالنسبة للقانون هذا اللي اتقدمنا به اول حاجة احنا تقريبا 27 نايب الامضاء على مشروع القانون هذا منهم نواب من كتلة الخط الوطني السيادي اللي هما متقدمين بالمقترح الاول صحيح انتو ما كتلت صوت الجمهورية فقط او معاكم نواب لا معنا من مختلف الكتل معناها امضاوا معنا على مشروع القانون هذي بالطبع ما كانش مشروع القانون معنا اخدمناه مع مجموعة من من الخبراء ما اخدمناش وحدنا وتعرف اللي القانون التنقع في 2016 ولا ولا تم استقلالية البنك المركزي اهم فصل فيه كان تسمح لي نحب نذكر به هو الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 لا يمكن للبنك المركزي ان يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشفات او قروض او ان يقتني بصفة المباشرة سندات تصدرها الدولة بالنسبة للوضع اللي احنا فيه تعرف اللي هو وضع استثنائي ماناش قاعدين نقترضوا من صندوق النقد الدولي هذاك علاش معناها ضروري انها المولو الخزينة العامة تعنا ولكن باقل تكاليف هذاك علاش ضروري انها معناها نقترضوا ديريكت من البنك المركزي بتاعنا بشكل مباشر بشكل مباشر علاش خاطر بش نربحوا معناها نسبة الفائدة تكون اقل ببرشة مش كما نقترضوا من البنك المركزي بنسبة 1% كما نقترضوا من البنوك التونسية بنسبة 4% اللي هي روي نشوفوها شوية ولكن هي روي معناها ملايين الدنانير اللي ممكن رانا نستثمروها في البنية التحتية ولا في مشاريع كبرى للبلاد المقترح هذا سيدنا بتقول رانا درسناها بليح ورجعنا عليه مع خبراء تعرفوا انه في وقت مش بعيد برشة وحتى لليوم فامانيس اللي ما زالت تعارض موضوع او هيت نحكيه في مناقشة استقلية البنك المركزي مثلا محافظة بنك المركزي سيبق سيما روينا العباسي يقول رو كين يولي فما شيراء سندات الخزانة رو بش ولي فما مخاطر بشكل مباشر رو فما ضغوطات تسعودية على تضخم قيمة الجنار رو بش تزيد تنخفض وفما شكو من الخبراء ماشينا معا فالمقابل فما اطراف اخرى تقول لي رو كين مش نواصلوا على هالمنوية لانا نجمو نمشي لا ما لا يحمد عقبه الصحيح هو الحالة اللي اللي موجودون فيها نحنا توا بالقانون الموجود توا رأي ثم زادها مخاطر ومخاطر كبيرة نعم إذا كان من بينها مثلا نحن دجاء حطيناها في شرح الأسباب معناها منتع مشروع القانون هذا فما ارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية مع هذا ممكن يؤدينا الإفلاس الدولة لا قدر الله اعتماد تونس على المانحين كان بش نقضوا على المنويل هذا ما نراجعش استقلالية البنك المركز روخ هذا نقوص خطر باتجاه الإفلاس لا يقدر أكيد اعتماد تونس زاد على المانحين الأجانب مما يؤدي حتما الفقدان الدولة لسيادة متاحها توجيه سيولة نحو تمويل خزينة الدولة وليس نحو المشاريع باعتبار وأنه وقت الخزينة العامة المولوها من السيولة الموجودة في البنوك البنوك توهيك وقت يمشي المستثمر وإلا شركة صغر ومتوسطة معاش تمكنها من قرض هذاك علاش مش معقول معناه أن يشيح تشيح السوق شح في السيولة ما يخليش الأمور تمشي وما يخليش الاقتصاد معناه يمشي القدام يتحسن ومشروع القانون المقترح هذا يعتبر خطوة فيما أتراف تقول لك هذا يقوض استقالية البنك المركزي لذلك لا يتحدث عن استقالية البنك المركزي تقول لك لماذا أنتم مقترحين وأنه يرجع بالنظر على نفس التمشي بتاع السلطة التنفيذية توجهه هو يمشي مع وزارة المالية هو الحقيقة وقت اللي صغنا مشروع القانون هذا فيه عديد فيه نفس المصطلح تكرر أكثر من مرة هو معناها بالاشتراك مع الحكومة السياسات المالية والنقدية التي على البلاد يجب أن تكون ما بين البنك المركزي والحكومة يعني فما تشارك ما بينتهم مش معقول معناها يبقى كل واحد يخدم على روح كل واحد يخدم على روح ولكن كل شيء معناها يرجع فيه البنك المركزي للحكومة والحكومة بيدها خاصة في القروض اللي ناخدوها من برة ديما ترجع المجلس النواب هذي كذروري أنها يصادق عليها مجلس النواب أكيد هذا ربما في ردكم على كلم مرة وزارة المالية سئلت على عدة تفاصيل قالت لهم لحنا قانون الملاء بنك المركزي وفي أعوام سابقا قالهم البنك المركز يخدم على روح واحد وما ندخل نعمل ما يرجع نعمل صحيح أنت تعرف اللي نحنا اضطرين اخذينا 7000 مليون دينار من البنك المركزي باش كمنا خلصنا ديون خارجية معناها في الميزانية متاع 2024 نحنا ما نحبوش نبقو نعمل في قانون استثنائي باش ناخدو فلوس من البنك المركزي نحبو يكون ثم تشارك ما بين الحكومة وما بين ما بين الحكومة وما بين البنك المركزي بتاعنا في السياسات المالية العامة للدولة كيفش يجي المشروع هذا كيفش باش تمشي التفاصيل المقترحات بالضبط بلورته سياغة إلى ما بعد استخلالات البنك المركزي كيفش باش تولي لا أمور كده هو مشروع القانون هذا يتكون من زوز الفصول الفصل الأول يلغي 11 فصل ويتم تعويضهم ثم زاد باش يكون فيه فصل ثاني فيه إضافة ثلاثة فصول جديدة وثلاثة فصول جديدة بربي كانت تسمح لي رؤوا فيه زوز نقاط مهمة برشا وتعود بالنفع ديريكت على المواطن التونسي الفصل 101 مثلا يقوم البنك المركزي بفتح خط تمويل يبقى فاعلا إلى غاية 31 12 2025 بقيمة 500 مليون دينار لفائدة مزودي الدولة التونسيين للأشغال والخدمات والمنتجات المصنعة في تونس دين هذا لم يتسلم مستحقاتهم الناس دوم مستلموش المستحقات متاحهم والخزينة العامة التي اتخلدت قبل صدور هذا القانون مقابل أشغال طبعا ولا خدمات جزئية ولا تامة ولا منتجات قدموها للدولة ووجبها خلاص وها طبعا طبقا للقانون الفاصل مثلا 102 يقوم البنك المركزي بفتح خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار صالح لغاية 31 30-12-2026 بهدف دعم البحث العلمي كوسيلة للنمو وسيادة الاقتصادية لماذا على خاطر البنك المركزي لا يلزم يبقى بعيد على التنمية وعلى تمويل الاقتصاد التونس وتحريك عشان اليوم تحب البنك المركزي ما عادش مشكلة تتقف في تحديد الفائدة المديرية فقط صحيح أو يقولك نتصدى لتعويم الدنار لم يجب يولي مساهم في الانتاج يلزمها يولي سام خاصة في دعم البحث العلمي باعتبارها وسيلة للنمو وسيادة الاقتصادية ويتم استخدام خط تمويل هذا لتمويل برامج البحث العلمي التي لم يتم تنفيذها بشكل منفصل أو بالاشتراك مع الأفراد والشركات التونسية الراغبين في الاستثمار في البحث والتطوير يعني بش يكون عندها دور كبير حتى في دفع التنمية طريقة مباشرة يعني ما يبقاش يعني خطر في العموم باستقلالية البنك المركز ينحسوا وكأنه فما فراغ ما بين الحكومة السياسات النقدية للحكومة وما بين البنك المركز خاصة على مستوى الفائدة المدرية اللي هي الحقيقة لليوم الفائدة المدرية لم يتم الحسن فيها وما فمش يعلن عنها بش تتراجع برشا كلام يسمع فيه ولكن واضح سياس تصارف أيضا في حد ذاتها اليوم فيها عدة نقاط اختلاف الحقيقة رو ثم عديد المشاريع القوانين هي المترابطة في بعضها نعم طوى من معناه من اللي بشرنا مهامنا في مجلس النواب نستنى في مجلة الصرف ونستنى في مجلة الاستثمار بالإضافة للقانون هذا اللي ما جاش نحن ما يضطرنا أن نخدم مشروع قانون نحكي كانوا مقترح قانون هو أن الحكومة تأخرت في معناها صياغة مشروع القانون هذا وإحالتها المجلس النواب يعني هو دورنا تشريعي ولكن في الغالب وفي دول العالم وكل مشاريع القوانين في 90% منها جي من الحكومة ولكن تعرفوا جيدا اللي الحكومة خاصة السابقة معناها ثم بطء في إحالة مشاريع القوانين خاصة المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي الحقيقة نستنى فيها تعرف وضع البلاد ونحن في فترة معناها غير عادية الحقيقة شادت فيها البلاد تغيرات سياسية ووضع غير مستقر وخاصة طال على مستوى المالية العمومية بالطبع الأزمة اليوم على مستوى المالية العمومية حد منها جميع ينكرها مع قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الضرورية المواد الأساسية وأيضا التمويلات الخارجية لسيئة احنا مخرجناش معالع السوق الدولية دونك تعويل على الذات تعويل على الذات اللي فيه وتضحية سيد نيب بلاذا مخدرتهم عن الأعتبار وقدمتوا المقترح أكيد وأكيد جدا نحن رأنا فيه سياق عام يعني السياسة العامة للبلاد اللي فيها كنت ذكرت تعويل على الذات بالطبع نحاول المكسيموم ما نقترضوش من الخارج نقترضو من معناها من البنك المركز تعالى وعليش روء أهم حاجة هو ربح النسبة الفايدة مش كما نقترضو بنسبة 5 و 4% نعم كما نقترضو بنسبة 1% الفلوس هذيك كامل مفروض أنا رب حول المعطى المهم لأخر أنها رأوا وقت نبقوا نقترضو من البنوك ديما رأي المستثمرين ومؤسيتنا الصغر ومن التوسطى رأي معناها ديما تشهد صعوبات باعتبارها ما تنجي مش تقترضو من بنوكنا دونك اليوم تحب جواب الناس مثلا تقولهم رأوا الناس اللي خايفة وتقول لك لي استقلالية البنك المركزي فيها خطر هل نفهم منه ربما أنتم قدرتوا الخسائر في القانون الحالي بما أنه في إطار إقراض البنك المركزي بشكل غير مباشر للدولة تقريبا الخسائر كمان شغالت 113 مليار دينار صحيح أما عندي بعض المعطيات فقط في إطار تمويل خزينة العامة طبعا في شكل قروض بالنسبة معناها الاستقلالية البنك المركز تم اخسارة فوق 67 مليون دينار لدافع الذرائب تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار اثنيين خسارة فوق 46 مليون دينار للاقتصاد تونسي اللي هي خروج معناها العملة الأجنبية بدون بدون مقابل هذاك علاش ضروري أنه النقح القانون هذا مشروع قانون مقترح مشروع قانون مهم ومهم جدا كان من المفروض عملناها معناها من من مدة ولكن بقينا ندرسوا فيه جاءت العطلة البرلمانية توا حان الوقت أنها يتغيق ووقتيش من المفروض بش تسرعوا ووقتيش بش تشوفوا هو نهار 17 أكتوبر وصل للمكتب المجلس وقرر مكتب المجلس إحالتها اللجنة المالية والميزانية إن شاء الله توا هيك ما نعرفوش دوبة نرجعوا على بعد ميزانية المفروض بعد الميزانية تعرف المشاريع القوانين متاع الحكومة وخاصة ميزانية الدولة لها أولوية أكيد أولوية قصوى طلعتوا على قانون سيدنا مشروع ميزانية الدولة عملت عليه طل أو لمازال والله عملت عليه طل مبدئيا لجذب انتباهي لحقيقة محور معين معناها على كم خطر مسألة نتبع فيها من عم نول لحقيقة بالنسبة للطاقة الشمسية نحن في السنوات السابقة نحن الأداءات على مستوردي الواحد الطاقة الشمسية في تونس مما أثر سلبا على الشركات التونسية كل تقريبا فيهم اللي سكروا فيهم مليشية صعوبات في الميزانية متاع 2024 طلعنا لـ 30% اللي حبي يستورد الواحد 11% ما يجيش مكانت 10% طلعها لـ 30% هي ما كانتش 10% هي ما كانتش موجودة أصلا كانوا دخلوا الواحد 11% من غير ما خلصوا أداءات وبعدين طلعناها لـ 30% علش في الميزانية انتاع 2025 موجودة رجعنا 10% عوض 30% ولكن والله الحقيقة أنا ماذا بيا رانيخلينها 30% علش خاطر وقت اللي طلعنا لـ 30% أكبر معمل في تونس عمل توسع في جمال ماذا بنا الشركات التونسية خاصة مش عال خاتر نيخذو نموذج ويحد سينطبق على البقية سيدنا لا علا فما شركة صغيرة من 30% ربما لا تفي معناها بحاجة السوق التونسية أنا ديما نربط بالليد العاملة في حد ذات وكان انت بيش طلع له الأداءات لـ 30% بيش ديما بيش خلص هكالعاملة الصغيرة ويش تلقاه جاء على بره رفقد موطن شغل أو زاد بشكل أن شركات تصنع في ألواح الطاقة الشمسية والشركات هذه رأوا ويلزم هي اللي نعاونوها ويلزم نتفق معاك نشوفهم الزوائر حتى الشركات التي تستورت هي زادت تخدم في دعاملة تونسية فنشد العصامل من الوسط صحيح إلى حد ما ولكن أنا الحقيقة ديما ندافع المؤسسة التونسية وشركات التونسية وهو قطاع واعد قطاع الطاقة المتجد سيد النائب وبرحة الرئيس في كلمته يقول لك يزيون من سياسة البطالة وهي بالأساس نتوجه إلى الشبابين العطلين عن العمل نلقاهم حلول ففي عظم نلقاهم حلول الناس على العمل من كونوش فعالين ربما يبش تخرج ناس أخرى وهذا اللي صار مع الأسف في قوانين مالية سيب خاكم الناس تاكر الرمل وغير هاللي غادرت بعد الشركات خرجت ناس على البطالة مع الأسف في العمومة أنا ديما مع المنتوج التونسي وديما مع الشركات التونسية وخاصة في القطاعات الجديدة والقطاعات الوعدة إذا كان تبني تحب تبني قطاعات يلزم ديما تصبر عام واثنين وثلاث سنوات حتى تبني القطاع وعليش لا منولوش غدوة نصدروا علاش نبطوا وعليش نبنوا كفاءات وبعدين معناه ما خلوهم مش يخدموا هذا المقصود خاصة نحنا انت اخترت موضوع اللوحات الفوتو الضوئية والشام سيدي اللي هما هيدا من احنا بلاد الحمد لله ربي أنا عم علينا بالشميسة نجمو نستغلوها نجمو نقصو احنا حتى من استهلاكنا الضوء سيد النائب انشاء الله تعاملونا مشاريع كما هك كما سال في الخارج الناس واللي تنتج باللي بانوفو وتوفولتايكي ركبوهم في تجارهم واللي ما عادش يخرجوا على الستيك بل ويبيعوا ساعات صحيح ولكن ديما نرجع لك رو ماذا بينا الشركة تونسية ما يسالش نصبوا عليها عام واثنين ترجع معناها الرغبة في احداث مؤسسات من نوع ذا عليش لا غدوة معناها نحقوا الاكتفاء الذاتي متاعنا ونصدروا حتى للدول الافريقية والعربية على خطر تونس ديما رايدة في المجالات هذه اليوم الكتلة متاعكم نزادلها زوز نواب يلا سيرين بوصاندل ويلا مجد الورغي رسميا كما نشغلت 27 نايب ممكن يزيدوا 26 نايب وممكن ان شاء الله في الايام القليلة القادمة يزيدوا ينضموا لنا زملاء اخرين وزملاء اخرين ذا كمين ماشينا باش تتوسع ما شاء الله كتلة الصوت الجمهورية الحمد لله اغلب اعضاء كتلة الصوت الجمهورية نعرف زملائي بالقدا هما ناس معناها تعرف ماعناها الدولة وتعرف ماعناها مصلحة الدولة العليا وتعرف واجباتها توجيه جهات وتوجيه الشعب التونسي الحقيقة ثم تناسق وثم تكامل مبيناتنا معناها وانسجام ثم ديما سلاسة في التعامل مع بعضنا ان شاء الله ديما نضيفه لبناتنا والشعب التونسي اليوم الكتلة توجهتها في علاقة بالعمل للبرلماني في العلاقة بالمشهد العام والوضو العام في البلاد شو رؤيتكم التمشي انتم كتلة دعم اليوم لرئيس الجمهوري طبعا نحن منذ انطلقنا نحن كتلة معناها دعم للمسار 25 جويل للسيد الرئيس طبعا هدفنا الأول هو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مهمتنا ان نعاون بلادنا وانه ندفع الشعب التونسي نحو الافضل ان شاء الله وان شاء الله الأيام القليلة القادمة عنا عديد مقترحات القوانين اللي قاعدين نختموا عليها في عدة مجالات وعنكم قوانين دايغ معروضة اليوم على أنظر البرلماء انهم نتأيدوهم مثلا مرسوم 54 اللي فهم برشة زملية ماشين في التعديل هل كتلة صوت الجمهورية مع التعديل ام ضد لا نحن بالصيغة الموجودة عليها حاليا ناضد بالصيغة الموجودة عليها ثم إشكالية إشكالية بنسبة لفصل 54 مثلا ولا مثلا قانون تجريم التطبيع رأي مشكلتنا معاك في مشروع القانون لحيث المبدأ ولكن الصياغة وإلا الفصول القانونية ستبدأ فيها إشكاليات هذاك علش معناها يلزم معناها نظرة شاملة ولابد معناها من تنسيق أكثر أو أكبر مع بقية زملائنا وطبعا تجريم التطبيع بالطبع من حيث المبدأ من حيث المبدأ واضح واضح من حيث المبدأ التفاق إلغاء خطوة العدل نختم معك اليوم كيف شلقيت بيان وكلمة الجمهورية البراح المنظر البرنامج والله الحمد لله الحقيقة كانت جلسة ممتازة كان أشار العديد النقاط الإيجابية اللي كنا ننتظروا فيها كما مشكل بيطالة من طالت بيطالته حاجة فرحتني برشا أن نحكي على ثورة ثقافية وثورة ثقافية بالمعنى اللي يقصده هو معناها ثورة ثقافية داخل العقول لابد أن ترجع ثقافة العمل اللي فقدناها الحقيقة في السنوات الأخيرة بصراحة كانت جلسة ممتازة خطابه أغلبية النقاط كان يحكي عليها روي السيد الرئيس معناه في فترات سابقة إن شاء الله مع تغيير حكومة في أغلبها مع تغيير السادة الولات إن شاء الله وضع مع الانتهاء من الانتخابات ورسميا السيد الرئيس الجمهورية معناها خمس سنين على رأس السلطة التنفيذية إن شاء الله الوضع يتغير بإذن الله ونحن ديما متفاعلين هذه بلادنا ضروري أنها تتكامل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العمل وإن شاء الله نفس الهدف بإذن الله ماشي نحو الأفضل كي تقول نتكاملوا مع بعضنا وهذه بلادنا بلادنا التي تحدث عليها برح رئيس الجمهورية أيضا في حرب مفتوحة على الإرهاب في حرب مفتوحة على الفساد على الفساد صحيح تعرف اللي رأوا العشر سنين السابقة تم اختراق تقريبا في الإدارة التونسية كيف نحكو على الشهايد المزورة رأوا مشكل كبير معناها الناس تدخل معناها ظلمة ناس أخرى حاجة أخرى مشكلة الكفاءات بصراحة معناها فوضى عار ما صارت رأي في الانتدابات هذاك علاش رأوا ديما رأي ثم ناس تحاول تجذب إلى الوراء ضروري كي يحكي على تطير الإدارة رأوا معناها حاجة أساسية وأساسية جدا اللي هم تطير الإدارة سيدنا بشو اللي تعبوا على الإدارة التونسية هل في نسق العمل هل على مستوى الكفاءات أم أنت من ناس اللي تقول لي ما زل فمشكون نحط في العصاف العجلة في الإدارة ومحسوب على أطراف بعينها صحيح إذا كان نحكو على شهاية مزورة ولا على انتدابات صارت بطريقة فوضوية وبطريقة معناها متعمولات وبطريقة واحد رأوا ديما بش نلجو جذب إلى الوراء وديما بش نلجو مشكلة كفاءة شو اللي تعيبوا على الإدارة تونسية بيروقراطية غير عادية لحقيقة وثم عديد مثلا مثال العديد المستثمرين يتصلوا بينا معناها يتصلوا بيها وقلب زملائي معناها مشاريع على البلوكاج بلوكاج معناها شي كبير إذا كان الدولة مثلا ما عنداش فلوس غير قادر على الاستثمار على الأقل انسهل الأمور القطاع الخاص يمشي يستثمر معناها روى عديد المشاريع معناها كيف تكلمني على مشروع معناها تخزين الطائرات اللي حابسوا منذ عشر سنوات مثلا يجيني يقول لي فلوسي عندي معناها ما خلونيش نعمل ورغم أنه ما أخذ معناها الموافقات متاع الحكومات السابقة كرة مشكلة كبيرة معناها ثم روى على الأقل إذا كان الدولة عاجزة على الاستثمار على الأقل تسهل الإجراءات للقطاع الخاص خليه خير ما تبقى تورو بالكثاء المشكل يرجع بالأساس إلى حزب الإدارة صحيح يرجع ديمة الإدارة ويرجع ديمة البروقراطية الإدارة ضروري أن نصلح القوانين متاعنا بالطبع التشريعات اللي البرح الرئيس طالبكم بمراجعة التشريعات صحيح مراجعة التشريعات أمر ضروري وضروري جدا وضروري أنه تكون ثم سلاسة في الإجراءات الإدارية باشي الناس تنجم تخدم وتنجم تقدم شكرا جزيلا سيدنا باعة كتلة الجمهورية سنزار صديق تفضل سنزار فقط ملاحظة معناها من الوكيند هذي بدأت تستقبل توزر السياحة السياحة الداخلية والخارجية معناها جامعة موسم جاني تمور لحقيقة سيد مخرج قال لك أنا باش سأول بالدعوة مرحبا دعوة لنس الكل باش يمشوا ويتوجهوا خطر عديد الفرق الممتازة من دول العربية صحيح صحيح هو اللي ولا فيه لحقيقة حركية كبيرة للمهرجان روحاته هو المهرجان في نفطة ولكن صحيح يبعد حركية في ولاية توزر الكل لحقيقة هو مهرجان مميز معناها للراحة النفسية ونحب يقص ويعادي يعمل ويكيند هاكم سمعته سيد النيب شكرا لك هيدا هنا بالشعب شكرا يرتح شوية الشعب شكرا جزيلا على الحضور سيني زار صديق شكرا شكرا لكم على حسن المتابعة جمال تحيط زينة زيديو كيم الفريق ستوديو الوطنية أدما بسلام حمد